لم ينتج المجمع العمومي للنسيج والجلود جيتكس الكمامات الطبية من قبل لكن بعد تفشي وباء كورونا استنفرت وزارة الصناعة والمناجم هذا المجمع للمساهمة في توفير وسائل الوقاية من الفيروس بإنتاج أزيد من 100 ألف كمامة طبية يوميا بعد تسجيل ندرتها في السوق الوطنية نناسبة بنفسنا المحضة أن ندرتها في توفير وسائل الوطنية جميع الأمماء على أن ندرتها إتماما من أجل المجمع العمومي أن ندرت 2 مليون بابات في شهر يعني حوالي 100 ألف كمامة يوميا ولكن مع الوقت هذا التحيل يترطي جدا لدينا تأتبار لازماء في المدى الأولي المدى الأولية يعني عدنا دوركا انستوك لتدرس نعوبيها 15 مليون كمام ضمن خطة تزويد المؤسسات الاستشفائية والمواطنين سيوزع المجمع نسبة كبيرة من إنتاجه على الصيدلية المركزية إلى جانب توفيرها في السوق المحلية بأسعار رمزية ووفق المعايير المطلوبة دوركا أنت Pangخير من إنتاجه بأسعار رمزية المعايير المنزوجين المنزوجين للطاديم من حلال الى الدفن ظهر نعم لقد انتقولدي للحوالة لديم منطقتراس تزوجة في سترة من 40 مره في مجمع. لديم منطقة طوحة التخفيص يتدخل في أدل 30 مره في مجمع و زرطر ينده في سترة من 25 مره في مجمع. ونزارة الصحة أعطونا ترخيص باش نبيعهم لكل فرماسي سنترالي ولكن ينزبون دوتر دومون كشركات وطنية كالسعيداليات يرهم يطربون من المنتج هذا نحن الكمامات والعوم في السوق الجزائري بسعر ما يفوقش 50 دينار ونورتاكس يأتي توجه مجمع جي تاكس نحو إنتاج الكمامات الطبية في وقت انسخرت فيه الجزائر مبلغ 100 مليون دولار لتعجل باستراد كل المواد الصيدلانية والألبس الواقية والمعدات الطبية بعد تسجيل ندرة في السوق الوطنية لمحاصرة هذا الوباء